إذا أردنا أن ننظر الآن ما الذي يحتويه المفصل طبعاً هنا هذا المفصل هو Revalued Joint أو مفصل دوراني وحقيقة يعني هناك الكثير من المعلومات التي يمكن أن تغير مفصل إلى آخر ما يعنينا هو حصراً مكانين مهمين بالنسبة لنا داخل الانتنان ميكانيكس أي ميكانيكية المفصل نفسه يجب أن نضع قيمة معينة في خانة Dumping Coefficient أو معامل التخامد لأن المفصل يجب أن تكون له قيمة تخامدية معينة لا يوجد مفصل فيزيائياً ليس له تخامد أو تخامده صفر وإلا ستفشل عملية المحاكاة من الأصل فقد قمنا سابقاً بتوضيح متغير اسمه Joint Tamping وله قيمة 0.2 Nm لكل راديان ثاني على ما أعتقد وهذا متحول سنستخدمه هنا لإعطاء قيمة ولو صغيرة جداً لعملية تخامد لهذا المفصل كي تتم عملية المحاكاة الفيزيائية وأما المكان الآخر المهم بالنسبة لنا في المفصل فهو مكان الـ Actuation طبعاً هنا في مكان التشغيل أو طريقة التشغيل المفصل قمنا سابقاً بالقول إن طريقة التشغيل هي الموشن أو الموشن فيتم إعطائه الدخل وأما العزم الدوراني فيتم حسابه المفصل في متغيرات أخرى أو Variants أخرى للروبوت سنستخدم إشارة العزم الدوراني كدخل وإشارة الموشن أو إشارة الحركة كإشارة محسوبة ولكن في حالتنا هنا فأن الموقع Q كما نرى هو إشارة الدخل بالنسبة للمفصل أي أن الأوامر ستأتي للمفصل على شكل مواقع وبالخرج سيكون لدينا مواقع أيضاً الموقع المحسوب بناء على قيمة Damping التي أدخلناها وطبعاً كما قلنا سيكون لدي T أو Tau أو Tork أيضاً محسوب وهذه القيمة ستكون فيزيائية كما أسلفنا سابقاً ونحسن نحتاج إلى تحويلها إلى إشارات في السيميولينك إذا أردنا أيضاً أن نرى ما في الوصلة الثانية سنرى أيضاً من خلال ملف الاسدئة الخاص بالوصلة الثانية فيجول أو شكل مرئي لها وأيضاً من خلال معلوماتها معلوماتها العطالية ومعلوماتها الميكانيكية سنرى هنا قيم كتلتها وزوم العطالة الخاصة بها ومراكز الثقال كذلك بالنسبة للمصلة الثالثة والرابعة والخامسة بالعودة إلى برنامج Motion Joints في الشيميولينك وهو برنامج يحتوي على نموذج الروبوت المسمى بالمخطط الصندوقي روبوت أو الروبوت مع الأرضية وكذلك يحتوي على قسمين آخرين وهما القسم اليساري وهو القسم الخاص بأوامر الحركة للروبوت والقسم اليميني وهو القسم الخاص بتحليل نتائج المحاكات للروبوت أما القسم اليساري فهو عبارة عن عن سويتش أو مفتاح يختار بين خمس خيارات أولا أن الأوامر جميعها أصفار أو أامر المواقع للمفاصل جميعها أصفار أي أن الروبوت سيكون ثابتا أو أنني سأحرك المفصل الأول أو المفصل الثاني أو المفصل الثالث أو المفصل الرابع وطبعا هناك إشارتين أيضا خاصين بين مؤثر النهائي والكريبر وستكونان ثابتتان تدخل هذه الإشارات الست إلى المدخل كومانس في نموذج الروبوت ويخرج لدينا أيضا من مخرج جوينتس بوزيشنز أو مواقع المفاصل أو مواقع المفاصل أيضا ست إشارات وتعكس الحالة الحقيقية أو القيام الحالية للمواقع طبعا الهدف من عملية التحكم أن تكون القيام الحقيقية أو القيام الحالية للمواقع مطابقة تماما لأوامر المواقع في المدخل يساري كومانس بالنسبة لمواقع المفاصل يمكننا تحليلها لوحدها على حدة ولكنني فضلت أن نحلل المكان المؤثر النهائي كما نرى على رسم الإشارة وذلك لمقارنة مواقع المؤثر النهائي على محوري على محاور X و Y و Z بالنسبة للمواقع الحالية لـ joint positions وأيضا بالنسبة للمواقع المطلوبة أو المواقع المرجعية ونقارن عملية الملاحقة أو كيف يلاحق المؤثر النهائي إشارته المرجعية كي نعلم مدى فاعلية المتحكم الذي تم تصميمه طبعا ومن الناحية النظرية كما تم الشرح إذا كان لدينا مواقع المفاصل معلومة وأريد أن أعرف موقع المؤثر النهائي فهذا ما يسمى بالحركية الأمامية أو FWC داخل صندوق FWC توجد هناك مكاتب جاهزة في String Link من أجل إيجاد الحركية الأمامية بدون معادلات معقدة وطبعا نسنا هنا بصدد شرح ذلك ولكن بشكل عام أن الصندوقين GetTransform والصندوق الذي يليه والخاص بالتحويل بين الإحداثيات كفيلة بإعطائنا موقع المؤثر النهائي عند معرفة مواقع المفاصل تملت ،ية وضوط تشجيائة تحويل خطط طالisi زرير مزاعش تقوم أيضا بشكل صندوق اشتركوا في القناة